آه 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 سفر ولكن لن ترى مثلا له بين الورى سفر مع الحب الذي كسب القلوب ومفترى في كل عام قصة نروي بها ما أقفرى قصص تعيد محامداً لمحمد فانظر ترى صلى عليه إلهنا ما هب ريح أو سرى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمداً يليق وجلال وجه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد اللهم صلي عليه صلاة تملأ بها خزائن السماوات والأرض نورا وتجعلها لنا وللمؤمنين والمؤمنات فرجا وصرورا وعلى آله وصحبه ومن هتدى بيدهم إلى يوم الدين يتجدد اللقاء بكم أيها الأحبة الأفاضل عبر هذه السلسلة مسافر مع السيرة وكنا قد وقفنا في الحصة الماضية أو في الحلقة الماضية عند وفاة أو أخ حسان وهو عمر تبان أسعد قلت لما مات تنزع أبنائه على الحكم فتشر دمت اليمن واستلوا سيوفهم على بعضهم البعض واقتتلوا وسمحان الله ما استل سيف إلا في مسألة الحكم فاستغل الوضع رجل شرير من قطاع الطرق له عصابة كبيرة جدا وهو الخنيعة الخنيعة هذا سيطر على ملك اليمن وأسام أهلها سوء العذاب يذبح الصالحين ويستحي نساءهم بل كان شريرا فاسدا في أخلاقه حتى أنه كان شادا يمارس أو يأتي الرجال شهوة من دون النساء وخاصة الغلمان لا يسمع بغلام وسيم إلا ويؤتى به إليه فلما قالوا له يوجد في البلد في المدينة شاب جد وسيم لما أتوا به إليه وكان اسمه دونواس وهو من أسرة تبعة من عائلة تبعة وكان شابا دكيا وقويا والخنيعة كان أقوى لكنه غدر به فقتله وقل ألقى برأسه إلى الناس وقل ألقى بجتته إلى الناس من شرفة شرفة القصر ثم ذهب فارا فتبعه الناس وقال له إلى أين أنت الملك أنت خلصتنا من أكبر طاغية من أكبر مجرم فتولدوا نواس الحكم ولكن بدل من أن يصلح بدأ يفسد وبدل من أن يكون رحيماً بالناس تسلط عليهم وارتقى في هذا التسلط إلى مرتبة التأله وأصبح إلهاً يعبد من دون الله والعياذ بالله فماذا وقع؟ أن منطقة نجران سيقع فيها حدث عظيم وهو أن راهب نصراني خرج من الشام داعياً إلى الله فا اعترضت طريقه قافلة من قطاع الطرق فأخذوه وباعوه لسيد من نجران وهذا الراهب كان اسمه فيميون وليس ثيميون كما يذكر البعض بل اسمه فيميون كان عابداً زاهداً عالماً وكان يشتغل مع سيده ولكن حينما يعود إلى موطني سكناء وحجرته يتعبد الله سبحانه وتعالى فأعجب السيد بما يفعله فيميون وكان أهل نجران يعبدون شجرة فبدأ فيميون ينصح فآمن هذا الرجل بعدما أثبت له بأن دينه أفضل أفضل مما يعبد في نجران من تلك الشجرة التي صلت الله عليها النار فأحرقت فآمن أهل نجران ماذا سيقع؟ أن رجلاً كان اسمه عبد الله الثامر عبد الله الثامر عبد الله الثامر هذا سيخرج من نجران ويتوجه إلى اليمن واستقر هناك وبدأ أن يتعبد الله سبحانه وتعالى دون واس كان له ساحر والملوك القدامى الذين ليس لهم رسالة وليس لهم دعوة إلهية ربانية ليست لهم شريعة سموية كانوا يعتمدون على الصحرة كما كان يعتمد الفرعون على الصحرة والقصة معلومة بالضرورة مع موسى عليه السلام نفس الشيء هذا الساحر كبر سنه فقال لي ذين واس عليك أن تبحث لي على غلام أو عن غلام يكون فط دكي لأعلمه هذا الفن خوفاً من أن يضيع وفعلاً فعله فكان هذا الغلام من بيته إلى بيت الساحر يمر على هذا المكان الذي كان يتعبد فيه عبد الله بن الثامر فماذا وقع؟ بدأ الغلام يدخل إلى عبد الله بن الثامر فسمع منه ورأى منه أن ما يتعبد به عبد الله بن الثامر هو أفضل مما يوجد في اليمن من عبادة المشر فآمن وبدأ يتأخر في مجيئه إلى الساحر أو في عودته إلى البيت فكان يعنف فبدأ يقول للساحر إذا تأخر حبسني أهلي وإذا تأخر عن البيت يقول حبسني الساحر إلى أن اكتشف أمره قيل أن وزيراً لذين واس قد أصيب بالرماد بالعمر وما نفع معه الطب ولا السحر فقال للغلام بعدما سمع عنه بعض الكرامات ولأنه يتعلم سحر وربما يجد عنده علاج فقال له علاجك عند الله من دونواس لا الله الذي خلقك وخلق دونواس وخلقني وخلق الكون فرد الله عليه بصره فلما عاد إلى البلاط قال له دونواس من شفك قال له الله أنا بل الله الذي خلقني وخلقك فعدبه فدلهم على الغلام والغلام بدوره دلهم على عمر عبدالله بن التامر فأتي بعبدالله بن التامر فقتل قتله دونواس وسبحان الله وقعت قصة رائعة جداً في زمن عمر بن الخطاب أن قبر عبدالله بن التامر وجدوه فيه مدفون جالساً ويده على رأسه كلما نزعوا يده إلا وفار الدم من جديد سبحان الله فكتبوا إلى عمر في ذلك فقال لهم اتركوا الرجل على حالته وأعيدوا لثناه وربنا يقول هذا الأمر ولا يحسبن للذين قتلوا في سبيل الله أموال بل حياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بل أن لا خوف عليهم ولهم يحزنون إذن نفس المسألة تكررت مع حمزة بن عبد المطالب لما أرادوا أن يحوروا قبر أحد أو شهداء أحد الغلام شاع صيته وكبر شأنه فخافض النواس أن يسيطر على اليمن بأفكاره فأمر بقتله فما استطع ما استطع محاولة الجبل ما نفعت محاولة البحر ما نفعت فقال الغلام لذين الواس وهو يريد أن ينشر دين الله أي المسيحية أنذاك فقال لذين الواس لن تقتلني إلا إذا فعلت ما أمرك به وهو أن تجمع الناس في صعيد واحد ثم تصلبني ثم تأخذ سهما من كنانتي وتضعه في القوس وتقول باسم رب الغلام وتلقي بالسهم في صدري هذه الطريقة الوحيدة ودين الواس يريد أن يتخلص منه وكذلك وزير دين الواس وأتباع دين الواس الذين يستفيدون من دين الواس ففعل والناس يشاهدون فلما قال دون الواس باسم رب الغلام وأطلق السام مات هذا الغلام فقال كل من حاضر آمنا برب الغلام فقال له الوزير ما كنت تخشاه يا دون الواس ما كنت تخشاه أيها الملك وقع الآن فأمر حقدا بحفر أخدود كبير جدا وجمع له الحطب والحجر الحارقة وأضرموا فيه النيران وأتوا بكل من آمن قيل عشرين ألف وقيل أكثر وقيل أقل الرقم غير مقصود لداتي هنا المهم عدد كثير جدا من المؤمنين الذين آمنوا بدعوة عبد الله بن الثامر على يد هذا الغلام الذي كان يتعلم السحر فكانوا يلقونهم في النار أو يعودون إلى عبادة ما كانوا يعبدون من قبل فنار ذو نواس كانت جنة لهؤلاء ولم ينجوا من هذه المحرقة إلا رجل واحد هو ذو ثعلبان رجل واحد هو الذي نجا من هذه المحرقة ونجا من هذه المحرقة هذه المحرقة هي التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في سورة البروج قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقم منهم إلا أن يؤمن بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد هذه قصتهم المذكورة في القرآن الكريم في سورة البروج ولذلك هذا الرجل الذي نجا وهو ذو تعلبان دهب إلى الروم باعتبارهم نصارى وصل إلى قيصر الروم فقال له بلادي بعيدة عن اليمن ولكن سأرسل معك بعد رسلي وبرسالة إلى الحبشة إلى النجاش وهو قريب من اليمن وسوف يقتص لهؤلاء الذين قتلهم دون نواس هذه الطائفة المؤمنة وفعلا جاء ذو تعلبان إلى النجاش فسلمه رسالة قيصر ملك الروم أو إمبراطور الروم فجمع النجاش جيشا قويا وأمر عليه قائدين هما أرياض وأبره الحبشي الذي قلنا في بداية دروس هذه السلسلة الرجل حبشي فلماذا جاء من اليمن هذا هو السبب أرسل قائدين أرياض وأبره الحبشي إلى اليمن فتقاتل الجيشان وانتصر جيش الحبش على جيش اليمن اليمن بقياد دين واس وفر دين واس إلى البحر فمات غرقا لما استتبى الأمر مسألة طبيعية قائدين في منطقة واحدة لا بد أن يكون بينهما نزاع فتنازع كل من أرياض وأبره فقرر أن يتقاتل دون أن يقحم فيالق الجيش في هذا الخلاف وانتصر في البداية أو كاد أن ينتصر أرياض فشق شفتي أبره لذلك يسمى بأبره الأشرم لأنه شرم شفته لكن أبره غادر بأرياض فقتله فأقسم النجاش لما بلغه الخبر أقسم أن يطع تراب اليمن وأن يجز خصلة شعر أبره أبره كان ذكيا فجمع تراب اليمن في كيس وزج خصلة شعره كان يعملها مثل الدفيرة وأرسلهم إلى النجاشي يقول له في رسالة يا سيدي هذا تراب اليمن فطأه بقدمك وهذه خصلة شعر جزتها لك فأبر بقسمك وإني سأبني لك بيتاً يتحدث عنه العرب والعجم أي كنيسة سأبني كنيسة وفعلاً بناها وزيّنها بالفسيفساء والرخام إلى غيره لكي يأتي إليها الناس ويحجون إليها بدل بيت الله الحرام ونسي بأن بيت الله الحرام هو مغروس في قبول في قلوب الناس منذ أن أذن إبراهيم عليه السلام بعمر من الله وأذن في الناس بالحج يتوك رجال وعلى كل ضامن يتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم فبدأ يمنع القبائل من الدهاب إلى مكة للحج أو العمرة ويأمرهم بالدهاب إلى هذه الكنيسة التي قيل سميت بالقليس فغضب بعض شباب قريش من مكيين وغيرهم فقرروا هدم هذه الكنيسة فقيل بأنهم ذهبوا فأحدثوا فيها وأحرقوا محتوياتها فقرر أبره الحبشي أن يأتي إلى مكة ويدمر هذا البيت الذي كان يلقبه ويسميه ببيت العرم وجاء بجيشه يقودهم فيل ضخم جداً هذا الفيل لما وصل إلى منطقة تسمى بالحديبياق جثم جثم هذا الفيل وسبحان الله المنطقة التي جثم فيها الفيل هي المنطقة التي جثمت فيها أيضاً ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج في السنة السادسة للعمرة ناقته القصواء فماذا وقع؟ هذا ما سنراه في الحلقة القادمة فتابعونا وإلى ذلك الحين أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وملكم بقبول حسن وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله سفر ولكن لن ترى مثلاً له بين الورى سفر مع الحب الذي كسب القلوب ومفترا في كل عام قصة نروي بها ما أقفرا قصص تعيد محامدا لمحمد فانظر ترا صلى عليه إلهنا ما هب ريح أو سرا